أنا عايز أقول بشكل واضح وبشكل صريح أنه جزء من الأصوات المترددة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي يا أستاذ واقل بتبص للموضوع باعتباره أنه نحن أمام شبه استفتاء لأنه الانتخابات البعض يرى هو بيقول أنها انتخابات محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي طب الكلام ده ممكن يبقى وارد لو أنه أنا بقول لك انزل صوت بس ضد السيد موسى مصطفى موسى أو أن الانتخابات المصريين في عمومهم موجهة ضد التصويت للسيد موسى مصطفى موسى أنا وجهة نظري وأنا أعلم أن سيد موسى مصطفى موسى جيدا يعني هو رجل محترم وكانت لديه رؤية بأنه ما ينفعش مصر سنة 2018 تعمل استفتاء وأنه لازم يكون فيه شكل للمنافسة الانتخابية الحقيقية والتعددية الديمقراطية الحقيقية وبناء عليه هو قرر يخذ هذه التجربة لكن هل المصريين اللي هينزلوا عشان يدوا صوتهم حتى للرئيس السيسي نازلين في مواجهة السيد موسى مصطفى موسى فقط لا هو الحقيقة أننا نقول أن المصريين لازم ينزلوا في مواجهة الناس اللي برة في مواجهة الناس اللي بيحاولوا من يوم 30-6 لحد النهاردة تقويد نظام الدولة المصرية تقويد نظام 30 يونيو والسبب الرئيسي ده التقويد النظام ده أنا وجهة نظر أن السبب الرئيسي موقف أنا شفته بعيني يوم 3 يوليو أثناء الاجتماع الشهير يا أستاذ وائل أنا أتذكر أحد القيادات دخل وقال لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها كان الفريق أول أنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على التليفون وكنا في نهاية الاجتماع يعني كان تقريبا البيان الختامي أو شك على انتهاء صياخته اللي هو البيان اللي تلاهي السيد الرئيس عبد الفريق السيسي فرد قال له أقسم بالله والله على ما أقوله شهيد خليه يسمع هنقول إيه في التلفزيون زي الناس أنا رأيي أنك خليه يسمع هنقول إيه في التلفزيون زي وزي المصريين ولم يخرج لمحادثته آه ده قبل ده 3 يوليو 2013 3 يوليو في نفس اليوم اللي خرج في بيان المرحلة للتحدثين وبيان في اليوم الذي انحازت فيه القوات المسلحة وانحاز فيه الفريق عبد الفتاح السيسي لإرادة المصريين من اليوم ده ومن الكلمة دي وبدأت مصر يتبصلها بشكل تاني خالص بدأت الدول برة تتعامل مع مصر بأنها الآن تريد أن تسترد قرارها الوطني إحنا دلوقتي قدام هل نريد العودة لطريق التبعية ولا عايزين نكمل في طريق الاستقلال الوطني لاحظ 2013 كل الدول بعد 3 يوليو الغالبية العظمة من الدول في الخارج تعلن أن هذا ما حدث في مصر انقلاب عسكري ماذا فعل المصريين؟ نزلوا 26 يوليو لما طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها التفويد منه في وجهة الإرهاب عشان يقولوا للعالم كله لا دي إرادتنا لا إحنا اخترنا هذا الطريق مشينا فيه ونجحنا نجحنا لأن السيسي كان في ظهره المصريين ومع المصريين وقرر لنحزل إرادتهم يعني لما أمريكا تطلع بعد 3 يوليو مباشرة وتقرر تخفيض المعونة العسكرية على مصر واحد اثنين الطائرات اللي كانت مصر متعقدة عليها طائرات الأباتشي يتم منعها اللي تغير هنا أستاذ وقال أمريكا عملت ده قبل كده أيام مبارك اللي تغير هنا كيف تعاطى وتعامل النظام المصري مع هذا كيف تعامل الفريق السيسي والرئيس السيسي اللي بيريد رد مصر لطريقها الطبيعي واستقلالها الوطني مع هذا ولا فرق معنا طيب اتمنعت المعونة شكرا نحن متفاهمين للقانون الأمريكي أنا فاهم القانون الأمريكي لكن هل وقفنا عند كده ولا رحنا جبنا طائرات رفال من فرنسا رحنا جبنا من روسيا ونوعنا السلاح وأقمنا علاقات عسكرية وطريقة معه مصادر السلاح اللي بدأت مرة تاني بعد احتقار الأمريكان لسلاح الجيش المصري لسنوات طويلة أليس لهذا سمن؟ مع كامل الاحترام لإدارة دونالد ترامب واللي كان في البداية الكل يقول يعني الكيميا الموجودة وغيره لكن هل لحد النهاردة وخلينا نتكلم بواقعية أنا مش هقول مؤامرة في بعض الناس عندهم حسسة يا لا ما فيش مؤامرة ما فيش مؤامرة طب بلاش مؤامرة خلينا نتكلم عن رؤية الدولة المصرية لمجموعة من الملفات اللي بتحصل في المنطقة اللي أكبرنا عليها ورؤية العالم كتير من دول العالم ناخد مثال مؤثر مباشرة في أمننا القومي ليبيا أستاذ وقالي إحنا اللي روحنا لليبيا ولا ليبيا اللي جات لحد عندنا يعني هل المصريين قرروا أن يتابعوا بدقة ما يحدث في ليبيا حفاظا على أمنهم القومي وأن حتى توصل الأمور أن القوات المسلحة بشكل علني تطلع والرئيس عبد الفتاح السيسي يقول لو راحوا أي مكان اللي قتلوا أولادنا هنجيبهم فنروح نضرب في ليبيا إحنا إيه اللي خلانا نعمل كده هل إحنا كنا عايزين كل يوم نطلع نضرب هنا وهنا ولا إحنا أجبرنا على جده عشان حماية أمننا القومي عشان هذي الجماعات اللي بتدخلنا على شريط حدود دي طوله ما يقارب 1400 كيلومتر لاحظ معظم العمليات اللي بيتم إحباطها أول اللي بتتنفس جايلنا من الجبهة من الناحية الغربية طب تعالوا نشوف رؤية مصر إيه هناك مصر بتقول نحن مع وجود جيش وطني ليبيا قوي يحافظ على الدولة ويحافظ على الاستقرار فيها ماذا يرى العالم يرى حظر تسليح الجيش اللي جش نعم دو عاملين حظر تسليح حتى الآن لإجبرهم ضغوط على الجيش عشان يدخل مجموعة الميليشيات الإخوانية والميليشيات الإرهابية لليبيا تبقى طرف في المعادلة زي ما بيضغط على مصر طول الطريق طول الوقت عشان كده أمريكا لماذا لم تعلن حتى الآن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكل يوم المتنطعين من الإخوان على أروقة البيت لابيض كل يوم وقفين على البيت لابيض وفي الكونجرس وبنشوف صورهم وبنشرها علني قيادات إخوانية وقفة هناك ليه لم يتم إعلانهم نموذج للابتزاز السياسي ليه مصرين حتى رؤيتنا البلدنا مستقطرينها علينا يعني هات حضرتك كده الرؤى الإقليمية سواء عند قطر أو عند تركيا والدولية جزء منها الأمريكان والبريطانيين رؤيتهم مثلا للتعامل مع ملف الإخوان المسلمين الشعب المصري شاف بأم عينه إرهاب الإخوان كانوا بيمشوا في المسيرات لو نسينا في 2013 و2014 يضربوا نار عشوائي على المواطنين شوف كام قيادي من أبناء من أبناء قيادات الإخوان المسلمين عمر الديب وغيره وغيره اللي قالوا مختفين قصريا وغيره ولقناهم مع داعش شوف كام واحد من أعضاء حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعملوا كام عملية شوفنا بعنين كلنا إرهاب هذه الجماعة ومع ذلك أمريكا وقطر وتركيا يرون أن مصلحة مصر في المصالحة مع الإخوان والمصالحة مع الطيرات الإرهابية عايزين يتعاملوا معاهم باعتبارهم معارضة حتى لو مسلحة وبيعترفوا بشرعية سلاحهم زي ما بيتعاملوا مع الجيش الحر أو بيتعاملوا مع جبهة النصر أو غيره في بعض الأماكن باعتبارها معارضة مسلحة في سوريا زي ما بيتعاملوا مع مجموعة إخوان ليبيا باعتبارهم معارضة مسلحة وشايل الأسلاحة حتى رؤيتنا لكيفية إدارة أبسط الملفات في بلدنا مستكترين علينا أن نحن ندرع طب مين اللي وقف في وش ده؟ مين اللي قرر أن مصر هيكون صوتها ده؟ عبد الفتاح السيسي طيب رسالتنا ونزلنا بغض النظر عن اختيارنا بيقول للناس دول بره إيه؟ إحنا ماشيين في الطريق ده؟ إحنا هنقوم الإرهاب؟ إحنا مش هنسيب الإرهاب يتمكن من بلدنا؟ إحنا مش هنتعامل مع أي حد شايل سلاح في وش الدولة باعتباره فصيل معارض؟ إحنا مش هنسمح أن حد ياخد سينة ويعمل فيها ولاية زي ما عملوا في غيرهم؟ إحنا شوف لاحظ يا أستاذ واقل سيناء والإقبال الكثيف فيها حتى لو شوفنا كده اللجان في سينة تحديدا مع خصوصية الوضع هناك العملية سينة 2018 بالتم وفيها إلى حد ما قيود على حركة التنقلات ومع ذلك شوف الناس تعاملهم على إنها مشاهد احتفالية ورغم يبقى بعض الضغوط التي تمارس أحيانا على أهالي سينة الشرفاء ويقال عنهم ويقال عنهم لكن في الآخر عارف لي يا أستاذ واقل لأن أهالي سينة تعاملوا مع الموضوع باعتبارهم هم جزء من العملية سينة 2018 كل مصر يجب أن تكون جزء من العملية سينة 2018 العملية سينة 2018 بيقوم بيها أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة لتصفيد جيوب الإرهاب تماما والقضاء عليها في سيناء والسيطرة عليها بالكامل في سيناء أهالي سينة تعاملوا بهذا الوضع شاف دوره إيه دوري إن أنا أكون الظهير المدني الحقيقي للجيش مبساطة يا أستاذ واقل تعال نشوف اللي بيحصل بتحصل عملية إرهابية في نفس الوقت تكون التقارير الحقوقية وتقارير الإخوان والمنظمات بتقول فلان الفلان اختفى قصرية وفلان الفلان اللي اختفى قصرية نتفاجئ إنه رايح يعمل عملية إرهابية ويفجر ويقتل في كنيسة في مسجد في غيره وفي غيره ليه؟ لأنه في جناح عسكري للإرهاب بيتحرك عسكريا وللأسف في جناح مدني جزء منه موجودين داخل مصر بيدفعوا عن الإرهاب بيوجدوله أسباب بيوجدوله مبررات عايزين أي حاجة يعملوها يطلع عليها سبب مش لأن ده مجرموا بيقتل ناس طيب بعد كده تطلع التقارير والمنظمات الدولية تدين ما تقوم بمصر بيدين العملية الشاملة سيناء 2018 بيدين اللي بتقوم بالدولة المصرية عشان تحافظ على أمنها القوة